اشتركوا في القناة بدنا نخصص شوي حديثنا عن كتاب أصدرتي مؤخرا بشهر 9 اللي هو عنوانه طلبة في الذاكرة نعم صحيح خلينا نروح لهاي الأجواء الطلبة درستي بالجامع عشرين سنة ولخاصة يمكن هالقصص اللي شفتيها وعشتيها مع الطلبة في هالكتاب صحيح الصحيح أنه كتاب طلبة في الذاكرة من الكتب العزيزة جدا علي من ضمن مؤلفاتي طلبة في الذاكرة كانت فكرته ترتكز حول فكرة العلاقة الإنسانية بين الطالب والمدرس لاحظنا في آخر فترة أنه هناك نوع من التوتر في هالعلاقة والحمد لله يعني هالأجواء موجودة فقط في المدارس على مستوى المدارس مش موجودة على مستوى الجامعات لكن الإنسان التربوي المفكر دائما يفكر بالمدى البعيد أنه كيف نتجنب ذلك لأنه بالمحصلة الطالب في المدرسة يأتي إلى الجامعة في النهاية يعني فكانت الفكرة أنه كمان أيضا لما دخلنا في فترة التعليم الإلكتروني لاحظت أيضا أنه الطلاب صار فيه نوع من التوتر يمكن عندهم حق من ناحية نفسية أنه يعني إشي جديد عليهم صار فيه هيك كزي ما تحكي هوس بالعلامة وهاي يعني عملت نوع من التوتر مع الأسادزة فأجت فكرة في بالي عن طلاب الزمن الجميل أنا سميتهم أي حقبة هاي طلاب الزمن الجميل يعني يمكن تقريبا كنا لسه في بداية 2001 لبعد ذلك حلو نتطمن يعني دفع مجموعتنا جيل مجموعتكم جيلكم يعني تقريبا يعني هاي فعلا مجموعة متميز جدا يمكن لحد 2016 مجموعة جدا متميز من الطلبة على الأقل يمكن أنا بنسل تجربتي في قسم اللغة الإنجليزية فكانوا فعلا طلاب متميزين وعلاقتهم إنسانية بالأستاذ وكنت ألاحظ عليهم يعني ما كان يهمهم كتير والله أنا أديش جبت علامة فخطرت في بالي طالبة في أحد المرات طبعا الأفكار هيك تولد عشان هيك طبعا الإغريق كانوا يقولوا يعني الشعلة من النار المقدس لأنها فعلا هيك الأفكار بتتولد كانت هاي الطالبة عندها مشكلة باللغة الإنجليزية وتدرس اللغة الإنجليزية فطبعا هي بحاجة لتحسن الطالبة فأنا لما كنت أول مرة بصلح لها ورقة في أحد المساقات علمت لها كل أخطاءها باللون الأحمر عشان تنتبه فالطالبة تفاجأت من الإعلامة ومتكمل أخطاء فإجت علي معصبة تحكي لي أنه طب يعني أنا ليش بس عندك هيك هذا الموضوع وتلها شوفي حبيبتي أنا ما تعودت أبدا أجامل طلبتي أنه الموضوع أنت رح تصيري مدرسة لغة الإنجليزية فإحنا لازم نواجه الحقائق فأنتي عندك مشكلات واحد اثنين ثلاثة فهي الطالبة قالت لي طيب أنا بدي أشوف هذا الموضوع وكيف أحله اقتنعت تقريبا بس مش مية بالمية رحت على البرتش كونسل عملت فحص مستوى بتفاجأ أن مستواها أقل من عادي وهي طبعا متخصصة في اللغة الإنجليزية فتبعت نفسها بالفعل وأخذت مساقات وكورسات وحسنت نفسها بتفاجأ فيها بعد فترة أنا نسيت الموضوع بتجي عندي على المكتب بتقول لي ممكن تعطيني إيدك أبوسها فأنا قلت لها استغفر الله كأنا أزلت بقولها شو بتحكي أنت لا هي بتحكي لي أنت ساعتيني أني أنا أتجنب مشكلة كبيرة كان ممكن ترافقني لنهاية حياتي فأنا مباشرة لمصار هذا الجدال في التعليم الإلكتروني على العلامات والإشي اللي يشبه الهوس بالعلامات خطرت في بالي هاي الطالب مباشرة فقلت شو الغلط أنه إحنا اللي بندرس أدب والأدب هو الحياة والأديب الجيد هو لما يكتب عمل أدبي عادة اللي بيقرأه بيصير أفضل مما كان عليه بعد ما قرأت العمل أدبي فإحنا الأدب إلو رسالة فالمفروض أنه إحنا نعمل هذا الإشي خطر في بالي آي قرآني بتقول ولا أقسمه بالنفس اللوامة كيف هاي الطالب يعني شافت خطأه ولامت نفسه عليه فإجا الرف الأول من طلبه في الذاكرة وكان الأنوان بالفعل على الآية القرآنية ولا أقسم بالنفس اللوامة ذكرت قصة البنت وطبعا الكتاب عادة يعني إحنا بنذكر أسماء الشخصيات في القصص لكن كتاب طلبه في الذاكرة هو دائما اسم الطالب الأول يعني الحرف الأول والحرف الأول من العائلة فكتبت هذا الرف كم إصطب يتناول هذا خمسين قصة فأنا كانت فكرتي أنه هذا الموضوع اللي خطر في بالي في فترة التعليم الإلكتروني طبعا دائما القصص اللي انت بتكتبيها خاصة بهذا الكتاب هي قصص حصلت معك صحيح الطلبة نعم يعني ما كنت تشوفي يمكن أجواء أنا بالنسبة لي عندي أربع مؤلفات يمكن سر نجاحهم أنا أكيد يعني في ناس كتير أحسن مني بس سر نجاحهم أنه تحاكي الواقع لا أكتب حرف لا أشعر به أو لا أكتب حرف لم يحصل معي إيش محتوها هاي القصص؟ فالقصص هاي قصص تعليمية القصص هاي لطلبة مختلفين بعضها قصص نفسية اجتماعية ثقافية مشاكل أكاديمية فأنا يعني كتبت هاي القصة فبتفاجأ من الرد الفعل الهائل على الفيسبوك صارت تصلوا فيه دكاترة من جامعة القدس أصدقاء عندي على الفيسبوك مرات المنشور يكون عام يحكو معاي ناس من جامعات تانية بعدين إجا الزميل الله يجزيل خير الدكتور خالدي دوي كاتب القدس المفتوحة قال لي أنا صار معي كتير شغلات زي هيك بس أنا معرفة تعبر عنها زي ما أنت بتعبري فيريت لو تحطيها بين دفتين كتاب فبعدين اتصلت فيه دكتور أفنان دروزة صارت تحكيلي أنه أنا بستنى الرف لا ينزل فصارت الفكرة أنه أنا كانت عندي رف صارت رفوف صار كل طالب يخطر على بالي أكتب عنه هلأ بعض الطلاب تحسس طلاب اللي بيتركوا أثر عندك وبتطري لاحقا أنك تكتب عنهم الصحيح هي كانت الفكرة قربي من الطلاب أنا طلابي يمكن هلأ بعضهم بيشاهدوني وبعرفوا هذا الكلام أنه ما بعرف كان عندي نوع من الأمومة يعني اتجاه الطلاب حتى لما جيت على القسم وانضميت لقسم اللغة الإنجليزية حتى ما كان عندي أطفال بهذه الفترة يسا كنت من الزوجة جديد فكنت أحكي لهم أنا أمكم فكان زملائي يحكوا إحنا أول مرة بنشوف سيدة بتكبر حالها وبتحكي عن الطلاب أبناءها فصار هذا النوع من القرب مراتا يعني ما بيجوا بيحكولي بس أنا بلاحظ مشاكل أكاديمية بناديهم على المكتب بحكي معهم أنت لازم تعمل واحد اتنين ثلاثة هلأ صار هذا القرب يولد شعور بالإتمئنان لما الطالب يكون عندها مشكلة شخصية يجو يحكي لي تيجي تحكي ليها ونتعاون إحنا كلنا على حل هاي المشكلة لك ما نصرت مرشدة اجتماعية بهذه المرحلة ففعلا صاروا يعني الطلاب يلجأوا إلي وأحللهم مشاكلهم ونحكي فيها طبعا كل ما استطعتوا إلى ذلك سبيلة بتعرف كيف ضغط العمل طبعا وإلى آخر هي فبعض الطلاب صاروا يبعتوا لي مرسلات بعضهم يحكوا معي تليفون فأجد طلبة بالذاكرة صار عنا الرف الثاني التالت لحد ديت ما وصلت الرف الخمسين وصار فيه عتب إنه ليش يامس ما كتبتي عني أنا هنا كنت رح أسألك فقلت لهم اسمعوا مين الطلاب اللي بيلفتوا نظرك إنك تكتب عنهم هذا اللي بدأس أجاوبه أنا فعلا قلت لهم اسمعوا هلأ أنتوا كلكم يمكن احتمال في طلاب يعني يستحقوا جدا أن يكونوا ضمن رفوف هذا الكتاب لكن قلت لهم الذاكرة لا تسعف الإنسان الذاكرة كما يشبهها علماء النفس هي عبارة عن بحيرة فعندما نلقي فيها حجر تتحول إلى هاي الفقاعات والدوائر فقلت لهم اللي بصير أني أنا بصير معي موقف أثناء تدريسي لطلاب الحاليين أو ممكن بصير موقف أثناء عملي فأذكر تماما أنه هذا الموقف حصل شيء مشابه بعض الطلاب لعمق المأساة اللي عاشوها يعني صعوبة القصة خلتني أذكرهم بعضهم لرقتهم في التعامل بعضهم لتمييزهم الأكاديمي بعضهم لما أنا أروح أدائرة حكومية واستقبلوني فأذكرهم رحت ألقيت في أحد المؤتمرات شفت طالبات عندي أصبحوا محاضرات في جامعات وصاروا زميلات فأنا يعني اتفاجأت من حفاوة التكريم وكيف استخدمي هذا المكان وتعالي وإلى آخره فقلت لهم ما في طالب أحسن من طالب اللي صار هو كيف الشرارة اللي بتيجي بذكرت البني آدم بتذكره بشغلات معينة ومين أثر فيك أكتر كمان يعني ممكن في طلبة بتأثر بي المعلم بتتركك موقف صحيح الطلاب يعني إحنا الطلبة صراحة يعني زي الإسفنجة يعني بلتقته كل شيء يعني إحنا مرات بنتهيألنا إنه هما مش منتبهين يعني ممكن تيجي طالب بعد سنين بتقولي أنا بستخدم ألم رصاص بقولها ليه لا بتحكي لأنك أنت دايما كنت تستخدم ألم رصاص طالبي بتحكي لي أنا كان يلفتني أناقتك وتناسق الألوان طالبي كانت تحكي لي كان يلفت نظري إنه أنتو قدش إنسانية معانا وإنك ما كنت تميز الطالب الشاطر عن الطلاب اللي مش شاطرين فهذه فكرة طلبة في الذاكرة كان في لزملائك نصيب من كتابتك؟ بعضهم صاروا زملاء صحيح بعضهم كانوا يعني اللي كانوا طلبة إلي وبعدين صاروا زملاء لهم كان نصيب من كتابي طيب فيه موضوع دايما هيك اللغة الإنجليزية كلنا من خاف منها صحيح وأغلب الطلبة حتى اللي بيتخصصوا يمكن بالأدب الإنجليزي بيدخلوا هالتخصص لأنه هو تخصص مهم صحيح وضروري يكون موجود في كل مكان ولكن فيه خوف دايما عندنا من قصة الأدب الإنجليزي والإنجليزي فكيف بتحلوا هذا الموضوع خاصة؟ لأنه فيه علاقة زي ما حكيت إلسانية مع الطلبة هلأ إحنا مندرس طلبة متخصصين باللغة الإنجليزية المفروض الرغبة تكون موجودة أكبر ظاهرة منتشرة أنه الطالب يتخصص في اللغة الإنجليزية لرغبة الأهل أو لسهولة الحصول على عمل هلأ إحنا دورنا نكون صارحين مع طلابنا أنا شخصيا أقوم بذلك يعني بحكي لهم أنت طالب تصلح أنت طالب لا تصلح وما تزعل يعني هلأ فيه طالب بيكون فيه عنده خلنا نحكي الاستعداد أو البذر الجيدة بننميلوا إياها بنحكي معه يعني أنا فيه طلاب كانوا جيدين لكن ما بكانوا يعرفوا يكتبوا فصرت أعطيهم مهام أنهم يكتبوا إلى آخره لكن إذا ما كان فيه عشق للغة أعتقد أنه المهم صعبة أنا مرة شبهت لهم إياها أنها زي الحب لزواج بصبح واجب أو الزواجب لحب عقوا أنه بصير واجب فقط يعني الإنسان يتزوج لكنه لا يحب الشريك فإنت بدك تعيش مع تخصص أربع سنوات المفروض يكون فيه تفاهم فيه حب فيه استعداد لهذا الموضوع فيه تقبل فيه تقبل أما أنا لا أؤيد أنه طالب ضعيف جدا باللغة الإنجليزية وليس لديه رغبة في التخصص أنه ينضم لقسم اللغة الإنجليزية الآن متطلب الجامعة طالب مجبر يعني هذا إشي طبيعي لكن اللي بده يتخصص يعني هو بده يختار كرير ومهنة للمستقبل فما بزبط أنه ما يكون أحب باللغة أداش يأخذ معك كتابة الكتاب يعني طلبة في الذاكرة أداش أخذ معك طلبة في الذاكرة بلشت فكرته مع الطالب إيمان تقريبا بعشرين ستة أنت مغاوزة طالب إيمان على اسمك لا مش لأنها اسمي هي صاحبة المشكلة تضعف باللغة الإنجليزية كان عشرين ستة آخر رف كتبته قبل نشر الكتاب بشهر من كم شهر؟ يعني 13-14 شهر أخذ الكتاب 13-14 شهر تقريبا سنة وشهر لذلك بفترة الكورونا أثرت هالأد فينا فترة الكورونا لحتى أنه طلع يمكن مواهب جديدة ولا لا أنت يمكن كانت لك هاي المهبة من أي سنة وش اللي خلاك تتوجهي له الكتابة خاصة أنك أنت مدرسة أدب إنجليزي وكتاباتك باللغة العربية صحيح صحيح أنا يعني إنساني متخص في الأدب الإنجليزي وتحديدا في الكاتب الإيرلندي جورج برنانشو في المسرح لكن أنا عندي ميول أدبية من أيام ما كنت بالجامعة الأردنية في مرحلة البكالوريوس بلشت أكتب كان إلي مقال يعني زاوي في جريد الدستور مقال كمان كنت أمارس كتابة الشعر أكتب على الأوراق وأحتفظ فيها الآن تعرف كيف الدراسات العليا وهذه الشغلات التهيت ليش ما توجهت إلى دراسة الأدب العربي؟ هذا سؤال حلو على فكرة أنا بالنسبة إلي أعشق اللغة العربية وأحفظ الشعر الجاهلي القديم فأنا أتقنها تمام الإتقان أنا مش بحاجة أن أدرسها وممكن أنا أميها بالقراءة وأنا كتير قارئ أناهمي بشكل شو بتقرأي أكتر عربي أو إنجليزي؟ لا أنا بقرأ باللغتين ومؤلفاتي باللغتين عندي كتابين باللغة العربية وكتابين باللغة الإنجليزية فكانت فكرتي أنه أنا بدي أكتسب لغة ممتاز أنه الواحد يكتسب لغة وحتى أنا بتمنى لو وقتي أسعفني أدرس كمان لغة فأنا أصلا كنت يعني عندي هاي الموهبة وأنا بالجامعة الأردنية طبعا شغلت بفترة الدراسة بعدين أنا كنت يعني عاملة زي يعني اسهم ثقافي بالأردن لأنني أنا موليد عمان فأجل نصيب وخطبت واتزوجت في نابلس اللي هي البلد الأصلي واجيت على نابلس فبتعرف بديك تبديم السفر كان في مرحلة زواج وأبناء يعني بتعرفي يمكن انقطعت عن الكتابة مش مية بالمية طبعا حوال 16-17 سنة عن قضية النشر في بعض القضايا كانت بس مجرد أنه أنشر في جريدة القدس بعض المقالات السياسية عملت برامج ثقافية أيام ما كان فيه تلفزيونات محلية قضايا أسرية وقضايا سياسية وإلى آخره لكن ربيتها الولادي يعني وكبروا الآن عندي ثلاثة بالجامعة وثلاثة بالمدرسة ما شاء الله فلا صار عندك فيه وقت يمكن كبروا شوي حسيت أنه الإنسان بكبر وأنا صراحة يعني إنساني عندي فكر معين وبحس أنه الأدب رساله وحبي أوصله فصرت يعني بتعرف اللي بيقرأ عنده فلسفات معينة بيقرأ في فلسفات كتير من ضمنها الموت فصرت أحكي أنا ممكن إنسان يموت وعنده هالإنبوت في راسه وبدو يعمل أوتبوت ففعل الفكرة يعني فعلا بلشت في عام 2017 إنه هاي الأفكار لازم تطلع بلشت من هذا الكتاب اللي هو ومن إن دا شادوز أوف أبليفين أو نساء في ظلال النسيان ومرة تانية بأكد لك دائما كتاباتي من الواقع خمس نساء فلسطينيات عانوا ضحوا قصصهم تستحق إنه الناس تقرأها لكن ضلوا في ظلال النسيان يعني ما حدا بتذكر تضحياتهم فشفت أنا إنه النشر برا كتير سهل فبدون مقابل يعني أنت مش بحاجة أنك تدفع على الإشي بدكتون شوريه فنشرت أول مجموعة قصصية ب2017 كانت في ألمانيا كتير كان بالنسبة لإنجاز حلو بكيت من الفرح أنه أول مرة اسمي بنحط على كتاب بعدين فترة من الفترات ارتحت شوي يعني صار المهام أقل فبتطلع هيك بضبضب بأغراضي زي ما مرات بلاقي قصاصة بنذكرني بطلبة بالذاكرة لقيت قصائدي قلت طب يعني ليش أنا ما أنشر هاي القصائد فبلشت أبحث عن دار نشر فأجد فكرة ديوان الشعر أجان وعنفوان طبعا هذا يعني مسيرة حياة كاملة يمكن القضايا الوطنية لها نصه اللي يكتاب فأنا رفضت أنه يكون يعني ديوان الشعر ديوان نسائي لا أنا حكيت عن المرأة بكتير قصائد لكن الوطن كان له نص الموضوع أيضا الحنين للأهل كوني أنا سكنت نابلس وتركت أهلي بالأردن وما قدرت أشوفهم الوالد والوالدة توفهم ما شفتهم الله يرحمهم فكان نصيب الأكبر للوالدة قصائد الرثاء إلى آخره فأنا لما حكيته معي مرة عن هذا الديوان قلت لكم هو إيمان حماد من 1998 لحد منتشر 2018 يعني هذا الديوان الشعر رائع يعني بتعرفي دكتورة الموضوع ممتع أنا بنتقل إلي استمتعت جدا بالحديث معك ولازم هيك ناخد وقت أطول ومدة أطول هيك نحكي فيها عن تفاصيل مؤلفاتك وكتاباتك لا هو يعني شوفي إن شاء الله يعني يتسع الوقت ووقت حضرتك ووقتنا كلنا بس أنا حابة أحكي جدا أنه هذا الكتاب الأخير فعلا لازم حدا يقرأه اللي هو بتحدث عن قتل الروح يعني إحنا دايما لما بنحكي عن مسترحية شيكسبير عطيل بنحكي عن جريمة شرف وقتل للجسد لكن إحنا في عنا نساء تقتر روحيا وهون أجت الفكرة فكرة البحث عن الروح في الكتاب الثالث اللي هو أجى بالضبط قبل طلبة في الذاكرة وحابة أحكي كمان إنه في قصة إلي انتشرت وممكن تكسبني عضوية الكاتبات الأمريكيات اللي في بروكلين في نيويورك لأنها بتحكي عن اجتياح نابلس قصة قصيرة بتحكي عن ام بتحاول إنها تاخد بنتها على الطبيب وفي اجتياح وفي دبابات بنتها الأمر إنه قناص بقتل الأم فهاي يعني لما قرأوها الأمريكيات كدش أثرت فيهم كتير أثرت فيهم فبدهم يعطوني العضوية حكوا لي خلاص أنتي Part of Women of Color اللي موجودة في بروكلين وحابة أحكي لكم إنه في ناس بتشتغل على الأدب الفلسطيني إحنا يعني كن ركزنا على الطلاب شاركت في كتاب اسمه أرينا وجهك يا حنظة لقصيتين وطنيات وشاركت في كتاب اسمه 48 بالإنجليزي اللي هو قصص التشتات الفلسطيني ففي ناس عم تشتغل وبتمنى مش بس إيمان حمار تستضاف كمان الناس اللي في الظل أنا دائماً بقول لازم إنه إحنا نركز علينا ما شاء الله عليك دكتورة يعني فخر لإلنا حضرتك كل هالإنجازات وجهودك رائعة عن جد ما شاء الله عليك لازم يكون فينا لقاء تاني إن شاء الله نحكي عن تفاصيل أكثر بدأت شكلك الدكتورة إيمان مرشد محاضرة في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة النجاح الوطنية كل شكرا لإلك والآن ننتقل إلى فاصل قصير وعودة لمتابعة فقراتنا ترجمة نانسي قنقر